ترأست وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكلفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقا لأحدث المعايير الدولية بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من دول إعاقة الحركية وذلك بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع اشتركوا في القناة